اليوم نتكلم عن اليونت الخامس خليك ويايا وركز يمي بالبداية ادعي هذا الدعاء ويايا وقول دائما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا الله يسر عليكم ويسر علينا ويا رب تنجحون وموفقين إن شاء الله طيب بالبداية بهذا اليونت اليونت الخامس عندنا بعض التمارين التمارين اللي جدا مهمة أول تمرين موجود عندنا وهو التعاريش طيب شوفوا ايايا خليكوا ايايا الآن طبعا هنا منطيك هذا التمرين منطيك كلمات فوق تنزلهم جوه ولكن بالانتحان قد يجي لا ما ينطيك الكلمات الفوق الفوق ماكو يعني هسا هذا الي بالأحمر شوف هذا بالأحمر هذا ماكو يجيب لك يا ماكو شوف ماكو هسا ماكو لون كل شي ماكو دعجوب انت اللي لازم تكتبه من عندك زين اجتاداني شلون رح اعرفه هاذا تدلل هذا الموضوع يا امي طيب بالبداية خلينا اخذهن الفوق عندنا كلمة كوز شو هسا برنامج شو يعني الشو معناها برنامج هذا برنامج يطلع دائما يقول لك البشير شو البشير شو يعني معناها برنامج البشير كوز شو يعني برنامج سؤال وجواب مثلا عندنا برنامج المحادثة مع المشاهير يعني يعني يسألون تحادثون ويا المشاهرين ايش طيب شو يعني معناها برنامج طيب زين هسا كوز شو يعني برنامج سؤال وجواب كوز شو كوز هاي مبينك كوز شو لازم تكتبها هواي على مويد ما تنساها ديكومنتري ديكومنتري وثائقي ديكومنتري ديكومنتري وثائقي وذر جو تاك شو برنامج ما الحوار برنامج ما المشاهري يعني ذول المشاهير يجون عليهم يسألونهم يعني محاورة محادثة كوميدي يعني كوميدي هو من اسمه للضحك طيب نجي على الجملة الاولى الجملة الاولى الحل هو بالاحمر كوميدي يابا ليش خلينا كوميدي لأن عدنا فني معناها مبحك حلو ثانيا قل في الجملة الثانية information about من شفت كلمة sun شمس ورين مطر يعني الشمس ومطر إذن هذا شنوه هذا جو تقص وذر حلو ثالثا بعدين قل لي question سؤال answer جواب من نشوف كلمة question وanswer معناها يريد quiz show يريد quiz show حلو خمسة من نشوف كلمة محادثة conversation أو عندك famous مشهور بس أنا أحب كلمة conversation لأن كلمة conversation وكلمة talk هل أني متشابهات conversation يعني محادثة وtalk يعني حوار يعني متشابهات من نشوف كلمة conversation أريدك تحفظ لياها هي مفتاح الحل مع talk show استاذ أنا هالكلمة ما عاد في الفرق عادي يلا ويايه con 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 verse 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 Asian Asian con ver con ver conversation conversation طبعا هاي سيها موزة مو conversation لا con for session conversation يلا ويايه con for say shin طيب خمسة it gives information يعطيني معلومات الآن من أشوف كلمة معلومات يعني documentary documentary معناها وثائقي طبعا ها كتبت لكم إياها لحتى تذكرونهن information معلومات من أشوف كلمة information أخلوا إياها documentary وهي بمعنى الوثائق أيضا عندنا هذا التمرين اللي هو جدا مهم أريدك تعرف لي أن score 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 a goal يعني يسجل هدف يسجل الهدف score goal أستاذة شون أحفظها أكتب أكتب score goal يسجل هدف 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 وين اميدال ميدالية وين اميدال يربح الميدالية وين اميدال يربح الميدالية وين اميدال يربح الميدالية play tennis يلعب run run يعني القيام ويفعل هذا الشيء race يعني سباق يعني يقوم بالسباق run تجي بمعنى يركض عادي أقدر أقول يركض بالسباق عادي run race يركض بالسباق run race يركض بالسباق حتى أعدي لكم احسن على المتعرفونها يلا مو مشكلة عدنا يركض run يركض يركض بالسباق يلا مو مشكلة سهل لكم يركض بالسباق run race يركض بالسباق run race يركض بالسباق run race يركض بالسباق طبعا هنا مرات حط لي هو بالامتحان هاي اللي ايه ما لها علاقة يعني هاي موجودة دائما وياها يعني ما لها وجود حط سواء يحطها وما يحطها مو مشكلة بس هو دائما يحط لك ذيه سواء ايه او ذيه هو ماكو فارق يعني run erase يركض بالسباق run erase يركض بالسباق do gemastic gemastic يعني jumpaz لا تقراها ابد هاي مايردل اقرايه jumpaz حفظها jumpaz يلعب jumpaz اللي هي الحركات البهلواني وهي السوال do gemastic...do gembalz do gembalz do gemastic do gemnastic do gemnastic oh sorry gymnastic do gemnastic do gemnastic اضله عيد بيها وبالعربهم يلعب jumpaz يلعب وعيد بيها وكرر شوف بالامتحان شلو انت اجيك يقل لك مثلا على سبيل المثال score score فيها معناها يسجل ويا ما تجي يطيك اختيارات يقل لك ميدال لو ميدالية لو شوف ها شراح نختار فانت لازم تعرفه لان مهمة الان ننتقل على تمرين ايضا مهم واريدك تركز لي علي كلمات فوق نزلها جوا وهذا تمرين يعني اذا اقول لك كل جاي وزاري يمكنك ما اصدق طبعا هو ممكن لكل جاي وزاري هذا نفسه لعل شلون هو مو هو نفسه هذا يجيب لك اختيارات يعني اختيارات ها سراح اقول لك يعني مثلا على سبيل المثال عندي هاي الكلمة reporter reporter يعني معناها صحفي حلو يقل لك الصحفي الصحفي write about event for a newspaper طيب هذا هو الموجود بالحل يجيب لك reporter reporter law fight fighter اللي هو رجل الاطفاء اللي هو يكتب عن لحظة شوف انت من نشوف كلمة رايت يكتب مباشرة تنقل لك reporter لأن يعني اللي طف النار ملع علاقة بالكتابة حلو يلا خلينا نقرأ هذا التمرين هذا التمرين عندنا كلمات فوق نحفظهن وناخذ مفتاحها على كل وحدة يلا كلمة reporter صحفي استاذي شو نحفظها أكرر reporter صحفي 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 ويل تشير كرسي متحرك عندك كلمة ويك ضعيف ويك ضعيف عندك كلمة وايز حكيم وايز حكيم وايز حكيم وايز حكيم طيب عندك كلمة طبعا هي ما بها هادية ايه هي حاطي الهدية يعني مال ماضي طيب اذا حاطي الها آي ان جي عادي شين المشكلة منها الوقت وإذا أضع لها أس ما العلاقة بي أنا لازم من ما يغير المعنى طيب praised يمدح أو هنا طبعا بما أنها ماضي يعني بالماضي فأنا شرح أقول مدحة مدحة طيب praised يمدح praise يمدح praised يمدح كلمة نظارات spectacles spectacles يعني نظارات spectacles فتشيء يساعدك عن الرؤية spectacles 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 نظارات spectacles 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 نظارات حلو الآن بله خلصنا الكلمات الفوق هسا رح نجي نحل اللي بالأحمر شنوه الحل واللي بالأخضر شن هو مفتاح الحل أجي على الجملة الأولى قل لي reporter rights من قالي rights يكتب انتهى الموضوع هو reporter طيب استاذ شون عرفت الحلاني ما هو قال لك يكتب حلو زين يعني الشيء اللي يكتب نظارات تكتب الكرسي المتحرك يكتب لا ثانيا يقول يقول من شفت كلمة سي اللي هي معناها يرى هاي مفتاح الحل وأقول عليها نظارات خلص الموضوع انتهي مرة جاي سؤال بالامتحان الوزاري يقول لك اي نيد اسبكتكلز لو ويلتشير تو سي لكي أرى انت من نشوف كلمة سي يرى قل لا اسبكتكلز بدون ما تفكر بدون ما تفكر ثانيا الحل هو ويك ضعيف طيب استاذ شون عرفتنا من الحلاني من قيل لك هافي بوكس طيب شون معنى هافي بوكس هافي بوكس يعني معناها صندوق صندوق ثقيل يخليك ضعيف يعني تقول انا ما اقدر انا ضعيف ما اقدر اشيدي ليش انت ضعيف لان صندوق كل استقيل شون مفتاح الحل هافي بوكس صندوق ثقيل ويك ضعيف رقم اربعة يقول برايز يمدح برايز يمدح طيب انا عندي كلمة يونج يعني الشاب وهالب يساعد يونج يعني معناها شاب اوكي وعندي كلمة هيلب معناها يساعد من اشوف كلمة شاب يونج شاب واشوف يساعد اقول عليها هذا يمدح كلمة شاب صعبة عليك وعن العلم احنا ما اخذينها مو مشكلة اقول هيلب الشخص اللي يساعد هيلب يساعد اقول يابه برايز يمدح تقدر تقول هيلب أولدرس يعني يساعد الكبار بالعمر بس انت عندك كلمة هيلب يساعد من اشوف كلمة هيلب يساعد اقول لي يابه برايز يمدح برايز يمدح عندك خامسا الحل هو كرسي متحرك شون اعرف هذا الحل استاذ محمد ولا يهمك ولا يهمك شون راح اتعرفك من نشوف كلمة أنا ايبل لا يمشي يعني ما يقدر يمشي أنا ايبل تو ووك ما يقدر يمشي أنا ايبل تو ووك ما يقدر يمشي اقول ويل تير كرسي متحرك رقم 6 من اشوف كلمة لسن يعني درس من اقول لسن درس اقول له وايز حكيم هو منه منه واللي ينطيني الحكمة منه ولي ينطيني الدرس دائما الحكيم اذا من اشوف من اشوف كلمة وايز حكيم عفوا من اشوف كلمة لسن درس اللي بالاخضر مفتاح الحل اقول له يا با وايز حكيم وايز حكيم ممكن ان يجيين اختيارات يقول لي ذوايز الحكيم لوري بورتر لسن من هو اللي ينطيني الدرس اللي هو رجل الحكيم حلو نجعل سؤال اخر هذا سؤال كل جاي وزاري شنو رأيك شونك عيني زين كل جاي وزاري ها وياي طيب عندك كلمة درو يرسم اماب استاذانه شون نحفظ هذا بالامتحانه خاف عن نساء اذا كررت ما تنسى درو اماب يرسم خريطة درو اماب يرسم خريطة يلا اعيد يلا ابد درو اماب يرسم خريطة درو اماب يرسم خريطة listen to the radio يستمع الى media listen to the radio listen to the radio listen يستمع إلى الراديو أظل عيد بيها إلى أن تنطبع وما أنساها أبد تلافة يفهم السؤال يفهم السؤال أستاذ أنا ما أعرف أقرأ يلا خليك بي أندر 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 اندر أندر 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 استاند كوستشين 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 حلو طيب كروه تتذكر لما نطعتك كروه؟ قلت لك معناها لو يزرع لو ينمو إحنا شنو معناها؟ أقدر أقول خضروات تنمو؟ ممكن أقول بس أكثر شي شائع وياه يزرع I grow vegetables يعني أنا أزرع الخضروات Grow vegetables V وسواء الناس يقولونها VGTable لا مو VGTable VG تحسن لك لا حبيبي VGTable هذي غلط VGTable يزرع الخضروات يطير الطيارة يطير الطيارة يطير الطيارة او يطير الطيارة fly the plane 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 يطير الطيارة fly the plane fly the plane أظل حيث بها إلى أن تنطبع بالي Fail the exam يعني يرسب بالامتحان Fail exam Fail in the exam Fail the exam Fail يرسبوا exam امتحان إذا نختار الفيل من تجيني ويالإقزام حلو هذا التمرين ظل تعيد به وتكتبه وبالإنجليزي وبالعربي إلى أن تحفظه راح ننتقل على هذا التمرين شوف هذا التمرين نقال لي ماتش يعني معناها يريدنا أربط يعني أربط قائمة أي ويقامت بي يعني كلمة game ويامن تجيها يعني أكتب رقم واحد هاي رقم واحد أكتب كلمة charity أنا صراحة أحب تكتب ليها كلها ما تخربط بيها charity هاي كلمة charity سوري charity charity طيب وش تاخذت charity أدور على ذنة ياها أنا منها ذنة charity فاضغ من تناسيها ما عرفتها أعوفها أعوفها أعبر على الثانية أشوف كلمة wind wind أخذناها تجيو إياها تجيو إياها روف أدور عليها وين موجودة wind proof wind proof إذن wind proof هاي حرف E هي وين هي حرف F عفوا إذن أكتب wind وحط قدامها F وكتب كلمة proof شوف هاي كتبت هاي حليتها wind proof هاي رقم ثاني حليتها أجعلها رقم ثلاثة رقم ثلاثة شقاي اللي قاي اللي car الكار تأخذ تأخذ park وين البارك هاي وين هي حرف E أكتب حرف E وكتب كلمة park إذن car park شوف شون حليناها car park أكتبها كاملة الأولى ما عرفتها أحل البقية كلنا وارجع عليها رح أعرف طيب هذا التمرين أنا خافة منطيكم إياه خافتوا ما قالنا خافتوا ناسين هسا نطيكم إياه عندك كلمة charity event يعني حدث خيري charity event هذا النيجا مع بعض charity event شفت شون جايت هسا إذن كلمة charity ويا ما نحطها أو يا كلمة event اللي هي حرف D شفت شون جايتك بالامتحان لازم تركز حل تركز قدمة تقدر أريدك تركز قدمة تقدر على مبد ما تخربط بياناتن يا عبطال حلو يا وياي كلمة charity event charity event charity event charity event يعني حدث خيري مثل مساعدات الناس مثل توزيع الملابس طيب عندك كلمة wind proof هي موجودة بالفصل الأول جنيستان ليش عدتنيها على مود ما تنساها من تجيك بالامتحان أظل عيدك بها ما أعوفك إلا تحفظها يلا يا أبطال wind proof مقاوم للرياح wind proof يعني قوي كل شيء ما ينقلب بسرعة بالريح wind proof مقاوم للرياح 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 car park موقف سيارات 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 أجعلها رقم أربعة عندي كلمة graduation graduation يعني تخرج ceremony ceremony معناها حفل حفل تخرج graduation ceremony عيدوا إياه وإذا صار سهل بالسانة يلا يا بطل يلا يا أخوي عيد graduation ceremony حفل تخرج graduation ceremony حفل تخرج ما أعرف الفضل أستاذ graduation ceremony حفل تخرج 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 video game ألعاب فيديو video game ألعاب فيديو video game ألعاب فيديو شفت شون جايتك يناب لإمتحان شفت شون جايتك حال أنت مثل ما كتوب قدامك وكملها اكتبها كامل يعني حتى الحرف وكتب على المود ما انت انساه ولا تنسى قبل لا تسلم الورقة راجحن على المود ما انت خطائبين يعني مثلا كلمة ويند انت نسيت وحطيتها ويا بارك فانت تنساهن فبيت حالا جسا وراجحن على المود ما انساهن عندي فيديو غيم سومينغ هاي بينا حوض السباحة سومينغ بول سومينغ بول نجي على هذا التمرين هذا التمرين هذا السؤال الثالث عليكم يقول ماتش من يقل لي ماتش شن معناها يريدنا اربط دو ويا من تجي ادور على وحدة منها ذن استاذاني ما عرض حطها وياها يلا دو دو معناها يفعل او يقوم بهذا الشي دو ويت يقوم بالحنطة خذناها وي لا قرو يزرع قرو حطها عليهم كلهن بتاوت حطها عليهم كلهن يعني مثلا عندك كلمة بتاوت بتاوت معناها يطفي او يخمد طيب بوت اوت ويت لا بوت اوت ماني طفن ما يفلوس لا بوت اوت فاير ايه ايه تحل هذا التمرين عليك يلا الباقي انت تحله ما راح حلك يا اني يلا حلوا لي اورد اشوفكم ودزوا لي ايه تعالوا يا ابطال خلونا نحل هذا السؤال الرابع خلينا نحل الان اياكم طيب السؤال الاول من طين اختيار هذا السؤال جاي وزاري اريد راجعوا اياكم يلا يا ابطال يقول تعالوا ايه تحلل لهم تحلل لانتاين طيب احنا شكنا باب البدايه ان الريلي تجوية صفة قوية والفاق والكواية تجوية الصفة ضيفة كلمة فاس صفة قوية اذا راح اختار الريلي اذا راح اختار الريلي كمتاف었 كلمة فاس كلمة فاس تكلمة على الاختار إذا أنت عندك GPS Can't low can't be lost أضيع لو ما أضيع أنت عندك خراط GPS قلنا عليه خراط إذا أنا أقول لك Can't إفتار Can't يابا ليش اختاريت ال Can't أستاذ محمد ما أنت عندك خراط شون أضيع حلو ثلاثة قيل لك البات أجي عندي Fly و Byte زين أنا عندي كلمة Fly معناها يا طير و Byte معناها يا عظ حلو وأنا عندي كلمة Beard يعني طائر Beard معناها طائر وإحنا أخذناها كلمة Beard طائر حلو هاي مفتاح لها الطائر شبيه الطائر يعظ يعظ بايت لو يطير لا يطير إذا نختار Fly سأل ليش اختارنا Fly ما عندك Beard يطير ما أخذناها تذكرونها لو لا حلو أربعة يقل لك I am to sit rank ها في بوكس ها في بوكس تونا أخذناها قبل شوية صندوق ثقيل إذا كان صندوق ثقيل شنو معناه معناها أنت ما تقدر شيل إذن ويك لو قيل لك سترونك قوي لو ويك ضعيف لا أقول لك أنا ويك أنا ما أقدر أشيله ليش ما أقدر أشيلها أنا ليش أنا ضعيف ليش آي أنا أنا ضعيف ليش لأنه صندوق هيفي ثقيل خيم خمسة قيل لك البايلوت اللي هي الطيار والميكانيكي اللي هي الميكانيكي طيب أدور على هاي الجملة أقرأ سمن هوركس كذا ما أعرف تاني آخر كلمة كارس ها ها هاي كارس يا غاات ها إذن الكارس هاي مو سيارات إذن راح أقول ميكانيكي الطيار شلي علاقة هذا السؤال جاي وزاري شلي علاقة سيار سيارات هاي كارس إذن أقول له ميكانيكي أقول له ميكانيكي عندي تمرين هذا سادس أيضا تمرين مهم وهذا عندك فراغ كلمات فوق لازم ننزلها جوه جي بي أس إحنا قلنا هذا الموقع حلو ريز قلنا بمعنى يربي ريز بمعنى يربي لا تنسى ريز يربي بريز يمدح بريز وحد وريز وحد ريز يربي يربي و بريز يمدح كل وحدة وحدة حلو إكوبيمنت معدات أنتو معناها إلى سكورد يعني يسجل أو سجله وعندك كلمة زيولوجي زيولوجي يعني علم علم الحيوان هذا علم يعني مع الدراسي يدرس طيب أجي على الجملة الأولى طبعا هاي جملة لا هذا تمرين ما بي اعني بريز يربي إكaban اكوي اكوي ó اكي إكوب إكوا اتتتتتتتتتتتتتتتتت انتُ الى انتُ الى انتُ الى سكوارد سجل سجل سكوارد سجل علم الهيان مع هديقه الحيوان يعني علم الحيوان ها هي أجرد هذا تمرين واني لا أعرف التمرين مو كل شئ أعرفه حل أجيل أجعل الجملة الأولى يقول هز نوفل ترانزليتد ترانزليتد انا ما عارف شن معنى ما حلها عوف عوف ختولي اروح على الثاني طيب يقول لي بفالو كلمة بفالو انا سامع بيها عندك كلمة شيب ها شيب غنم شنشيب هاي ما الفلانكرتون ما نعاد شيب غنم شنشيب ها كلمة شيب غنم اجي راح اجعله وحده وحده يلا ابطاله وياي تطبيق ويا الغنم تطبيق جي بيس جاب على الغنم سكورد سجله معدات الغنم ما لا علاقه وحده وحده جيبهن بالسرعة يرب الغنم يرب الغنم معقولة يرب الغنم يرب الغنم نعم ريز اذا عرفت حلها طيب شن عرفتها من كلمة شيب غنم حلو ثالثا قيل لي ستدي ستديد يعني درسه حلو شيدرس يدرس تطبيق لا يوربي اخذناها يدرس المعدات المعدات ما تندرس يدرس الى لا يدرس سجله لا سكورد سجله سجل قوة يدرس علم الحيوان يوربي يوربي اخذناها اصلا نحن طيب شبقت عندي جي بي اس تطبيق كنت بي لوس اه اذا انا عاجي اختار هاي اه طيب استاذ شون عرفت جي بي اس ما هو قلق كنت بي لوس بقت عندي اثنية طيب اجي قل لي نيو كلانك هذنى ظلت انا حاير به شوانك راح اسوي انا عندي واحدة تارك اصلا اترك الاخير اخي تولي اجي على ايهاي ادور بها مفتاح حال اجي شراح اسوي راح اجي انا ياكم واحدة واحدة ترانزليتد ترانزليتد ولاتينية لاتينية لانقوجي يعني لغة طيب اجي ترانزليتد يعني ان هس عرفت انه لانقوجي يعني لغة لاتينية طيب تطبيق تطبيق اخفته حلو يربي يربي خفته معدات وين اللغة جاب المعدات على اللغة ما ترام انتو الى سكورد اخذناها زيولج اخذناها اذن ما بقى اتغل اذن ترانزليتد انتو اذن ترجمها الى ترانزليتد انتو يعني ترجمها الى وبقتلها آخر شي اذا صارت لي معدات حديثة مودرن 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 يعيني مودرن حديثة عفوا وا كوبمنت يعني معدات هذا هو الموضوع هذا التمرين المهم انا علمتك شلون الجوب بالامتحان وأريدك تحفظ لياهم إذن الجملة الأولى مفتاح الحال ترجمة الجملة الثانية مفتاح الحال يربي الغنم الثالثة يدرس اللي هي يدرس الزيولوجي اللي هي علم الحيوان الرابعة تعرفها أنت جي بي اس واللوست والخامسة عندك سكورد سجل قلنا يسجل سجل قول هذا الهدف مبين نحن أصلا ما نأخذينها وعندك آخر شي عندك مودرين يعني حديث حديثة وعندك اكوبامنت صارت معدات حديثة تعالوا لي على هذا التمرين وخلونا حلقان وياكم الجملة التمرين هذا تمرين سابع وسؤال السابع يقول يقول يعني منطين لجملة ويريدني أختار لها ثلاث اختيارات منطين هذان الاختيارات أجعل الجملة الأولى أنا عندي صمن هو كي تيك كيرس أوب سيك بيبل سيك أنمولس عفوا سيك أنمولس يعني حيوانات المريضة سيك مريض إذن سيك مريض أنا عندي سيك معناها مريض هذا مفتاح الحل حلو سيك مريض أجي 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 البوليس شلي علاقة بالمريض ما للحيوانات الفايرفايتر يلي طف النار شلي علاقة بالحيوانات ما بقاله غير هاي الأخيرة لسي اختارته أجعله جملة الثانية طيب أتذى يونيفيرسيتي يونيفيرسيتي معناها جامعة طيب أنا مني شفت كلمة قانون أجي أدور على مفتاح الحل أجي أدور على الحل أنا حافظ كلمة قانون طيب أنا لازم أدور محامي بس أنا ما أعرف ياهنة من هذني محامي حتى لو أنت ما تعرف معناها طيب لوير ما أعرف شنو معناه لوير دكتور لا دكتور شلي علاقة بالقانون الميكانيكي الميكانيكي يصليع سيارات شلي علاقة بالقانون إذن ما بقتل غير الأولى واللي هي معناها محامي شوف حتى لو أنت ما تعرف المعنى حليته شفت شفت يا بطل طيب الجملة ثلاثة جملة ثلاثة طيب الجملة الثالثة طبعا هنا بهاي الجملة الثالثة هذا الاختيار الثالث طبعا هذا سؤال جاء وزاري يقول سلوى can't go ما تروح تقدر ما تقدر can't go بس أجيت لقيت على معنى كلمة doner doner عشاء شلي معنى doner عشاء cook doner يطبخ العشاء cook doner يطبخ تذكر طيب جاءنا تلاغذ عندي كلمة cooking وعندي painting وعندي كلمة helping مش راح اختار لهاي افكي هيربين وين نفسي اجي طبعا هاي عندي كلمة doner عشاء طيب اجي عفو احنا عدنا هذا الأخضر هو مفتاح الحل طيب يصبغ العشاء لا يساعد العشاء لا اذا cooking doner يطبخ العشاء شنو مفتاح الحل doner عشاء اها طيب الجملة رقم اربعة نطين تلاث اختيارات قال لي played يلعب لو scored سجله لو sent بمعنى رسله بدون ما افكر اباوع للجملة عندي قول اسجل هدف هذا هو الاختيار الصحيح هذا هو الاختيار الصحيح رقم خمسة قال لي bat البات يعني معناها الخفاش بس ما ما اعرف شنو معناها نسيتها عادي حتى خليك تنساها مو مشكلة خليك انساها مو مشكلة حلو اجي اتور على الجملة الاخر امو بابا سما ما اعرف فقرعات حتى انت مالحب اقرأ ادور عندي لايك لايك بابا رد بيرد طائر هاي كلمة بيرد يعني معناها طائر شا سوي ادور على الحل يمشي طائر لا بايتي عظ لا فلاي يطير اها فلاي يطير شون عرفت فلاي يطير شون عرفت معناها شون عرفت معناها فلاي يطير من بير طائر انا شفيت عندك السادسة الاخيرة ما تعرف انك ترك ترك الاخيرة تريد تحل السادسة عادي مو مشكلة اجي ادور على مفتاح الحل انا عندي كلمة cd من عندي كلمة cd يعني شون معناها يعني cd يعني cd يعني موسيقى ادور على كلمة موسيقى وين الموسيقى هاي مال بموسيقى اذن هاي مال بموسيقى اذن راح اجي اختار هاي اذن انا حقلت listen to music يستمع على الموسيقى ومفتاح الحال هو cd cd مال السيارة سيارة من يكون بها cd انت ش راح يصير بيك لكن listen to music راح تقدر تستمع على الموسيقى